أحمد دويش يقول كيف تشرح لنا الاقتصاد الأخضر ناتجة عن الغبار الأسود الذي يخيم بسماء مدينة القنيطرة هذا موضوع ربما استعمال بعض المواد الأحفورية هي التي أدت إلى إفراز هذا الغبار هذا وربما الآن جاءت فرصة بش فعلا أن خاصة بعض المحطات أيضا بعض المعامل التي تستعمل هذه الطاقة الأحفورية أنها تغيير من هذه النموذج استعمال هذه المواد من أجل فعلا تفادي مع هذه الأزمات لأنه بحال هذه النماذج هذه تكلف دولة أيضا تكلفها لأنه في حالة العلاقة بيئة بالصحة مهمة جدا وراء أن هذا النماذج ربما بفضل الاقتصاد الأخضر يجب أن نجد بدائل مثل هذه الإكرهات